وكيف ينال الإنسان رحمة الله تبارك وتعالى فبرحمة الله تبارك وتعالى تهنأ وتسعد وتحيا حياة كريمة في الدنيا وتحظى برضوان الله تبارك وتعالى في الآخرة قال تعالى يدخل من يشاء في رحمته استنى كده يدخل من يشاء في رحمته مين بيدخل مين ربنا يدخل من يشاء في رحمته سبحانه وتعالى ده ربنا سمى الجنة رحمة جميل كلنا عايزين رحمة ربنا برحمة ربنا هيتصلح حال ولدنا برحمة ربنا بلدنا هيتصلح حالها برحمة ربنا هننال السعادة في الدنيا والآخرة وكان السؤال كيف ينال الإنسان رحمة الله تعال نشوف الآية الكريمة اللي جعلت جزء منها عنوان للحلقة بتاعتنا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا ورحمة تعالوا نشوف ايه الآية وبتتكلم عن ايه وكان لها قصة جميلة اوي عشان بيها ننال رحمة ربنا سبحانه وتعالى الآية جاءت في صورة النساء يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا للنبي عليها الصلاة وازك السلام ولو انهم الظلم وانفسهم جاءوك عارف يا محمد لو المسلمين لما بيظلموا انفسهم وبيخطأوا ويذنبوا يروحوا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولو انهم الظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول استغفر لهم الرسول احنا قلنا الف سينته لما بتدخل على الفعل تفيد الطلب اقول استسقيتك يعني طلبت من حضرتك انك تسقيني جزاك الله خيرا استطعمتك يعني طلبت من حضرتك ان تطعمني وهكذا فهو استغفر لهم استغفر يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم طلبا المغفرة من الله لهم يعني مش وغفر لهم الرسول لازم ناخد بالنا اوي من التعبير القرآني البليغ العظيم ولو انهم الظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول والنبي استغفر لهم لا وجدوا الله توابا رحيما هنجد التوبة وهنجد الرحمة من ربنا سبحانه وتعالى بايه باستغفاري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الامام ابن الكثير رحمه الله في كتابه تعليقا على هذه الاية والامام القرطبي غيرهم من المفسرين ذكروا قصة الرجل العتبي الرجل العتبي ده بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام انتقل الى الرثيق الاعلى العتبي ده كان قاعد في الروضة الشريفة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو قاعد كده يا حضرات جاء اعرابي بيزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ووقف عند القبر الشريف وبينادي على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله والدموع تنزل من الرجل ده الاعرابي وبينادي على سيدنا النبي والنبي في القبر عليه الصلاة والسلام ورسول الله قال الانبياء في قبورهم احياء طريقة الحياة وشكل الحياة احنا ما نعرفهاش ما نعرفش ده لما القرآن يقول وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَهَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ الشهيد حي صح طريقة الحياة بتاعته ما نعرفهاش ما نشوفناش القرآن قال ان الشهيد حي حي يبقى حي طب ما بالك بقى بالانبياء النبي عليه الصلاة والسلام قال الانبياء في قبورهم احياء فهذا الاعرابي وقف عند القبر الشريف واذا به ينادي على رسول الله وهو يبكي الاعرابي ويقول يا رسول الله علمتنا فوعينا فهمنا يعني علمتنا قول الله تعالى ولو انهم الظلموا انفسهم جاؤوك جاؤوك كفناء الخطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وعد الراجل يبكي قدني جيت اهو انا جيت اهو يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم انشد يقول يا خير من دفنت بالقاع اعظمه في القبر من تحت في القاع وفي الاكم الاكم اللي هو المكان المرتفع يا خير من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم من طيب اعظم رسول الله من طيب اعظم رسول الله بقى رحت طيب من طيب اعظم رسول الله يا خير من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر ان تساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم الله الاب يدي الحد النهار ده حضرات مكتوبة على ساريتين في المسجد النبو وإحنا بنزور سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا خير من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر ان تساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم وباك الرجل الاعرابي وقال الكلمتين اللي كانوا في صدره ومشي العطبي ما ننسهوش قاعد في الروضة الشريفة يقول فغلبتني عيني يعني غلبه النوم فنامه واعد مكانه فرأى رسول الله في المناهم عليه الصلاة والسلام فقال الحق بالاعرابي بسرعة وملح الاعرابي اللي كان بعيد دلات قدام القبر أدرك الحق بالاعرابي وقل له اذهب فقد غفر الله لك يا يبقى عايزيننا لرحمة ربنا سبحانه وتعالى ما وجدنا سبيلا لزيارة النبي عليه الصلاة وازقى السلام نروح نزور سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ونستغفر الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استغفر لأمته وهناك أمانان يا حضرات أمانين من عذاب الله قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الامان الأول رفع اللي هو انتقال النبي الى الرافيق الأعلى بقي الأمان الثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون عزينا النال رحمة ربنا نقرأ الآية اللي جاءت في صورة النساء ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول